واصلت وزارته الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 414 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 110.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط ما يقترب من 36 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقترب من 75 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 619 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و102 من القضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 5 من القضايا بمضبطات بلغت أكثر من 45 طن أقماح محلية